خلونا نكلم حضراتكم بقى على موضوع تاني برضو لطيف جدا ودايما لما بتجيب سيرة الكرة كرة القدم واه مش هنتكلم على أحوالنا شوية وفي الكرة وأخبار المنتخب وأهلي وزمالك والكاس والميدليات وبندور عليها وكل الكلام لكن خلونا نتكلم على فخر العرب نجم المصري البطل المصري الفرعون المصري كافتن محمد صلاح اللي بالتأكيد بنقول عليه أنه هو خير سفير يعني فيه سفرة كده بيكونوا فوق العادة بيكونوا بإنجازاتهم وبأخلاقهم وبطريقة كلامهم عن بلدهم وأنهما بيتأخروش أبدا عن البلد في أي موقف فبتحس بالتواصل وبتحس أنه منك وأنك بتدعمه مش بتكلم بس يعني على أن احنا كمصريين في بعض لكن لما بيقول فخر العرب بتشوفوا قد إيه التجاوب وقد إيه الكلام الجميل من أشقائنا العرب لكافتن محمد صلاح من مبارح للنهار دا الحقيقة كابتن محمد صلاح هو ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حاجتين الحاجة الأولى هو تسجيل هاتريك خلال مباراة ليفر بول واللي انتهت بفوز ليفر بول ليفر بول 4-3 وطبعا الحاجة التانية بقى هو طريقة احتفاله بيدي رسالة يعني ده الرقي وده الأدب والأخلاق والقيم الرياضية والإنسانية كمان ونحن نكون واقفين مع بعض وحاسين ببعض وندي رسالة للكل الحقيقة رمزية التصرف العمل لكابتن محمد صلاح لما احتفل على طريقة الكابتن طبعا مؤمن زاكرية ربنا يا رب يكتبله السلامة إن شاء الله فيعني نتمنى بإذن الله يعني شفاية يكتمل على خير إن شاء الله يا رب كابتن محمد صلاح اختار طريقة كابتن زاكرية في الاحتفال أول ما بيجيب جن كابتن زاكرية معروف طبعا إن هو لأسلوب معين ورفعة إيده والكلام ده كله فكابتن محمد صلاح على طول عمل نفس الطريقة والصحافة الإنجليزية زي ما احنا شايفين دلوقتي تصدر العنوين طبعا اللفتة الكريمة والطيبة من كابتن صلاح ونشرت الصورة الخاصة بيه هو بيحتفل بالهدف الرابع اللي جابه على طريقة مؤمن زاكرية تضمونا معاه طبعا لمعاناته من المرض طبعا يعني إن شاء الله ربنا يكمل شفاية على خير بإذن الله تعالى كمان النادي الأهلي وجه رسالة لكابتن محمد صلاح بعد دعمه للاعب القلعة الحمراء مؤمن زاكرية والنادي الأهلي كتب وقال الوجه المشرق للرياضة المصرية وطبعا على طول جمهور النادي الأهلي يعني دخل وتفاعل ووجه الشكر والتحية لكابتن صلاح بعد مسندته لكابتن مؤمن زاكرية ترجمة نانسي قنقر